دكتور جيلبير أبو نادر موجود معنا اليوم اختصاصي أمراض قلب وشرايين منحكي عن غشاء القلب ومشكله أهلا وسهلا فيك دكتور أول شيء ياهلا أول شيء شوه غشاء القلب غشاء القلب هو مثل أنفلوب يعني كيس فيه بقلبه غلفان بحد ذاته وفيه بين هالغلفان شوية ماي كمية كتير قليلة يعني نحكي قل من خمسين ساسا يعني بتغلف القلب من كل الميلات شو وظيفته هيدا الكيس؟ الوظيفة طبعيته هيدا الكيس هو هو شيء طيب يعطي سابورت طيب يدعم القلب يحميه خلال انقباض وخلال الوقت اللي بيرتاح ويعبي دعم وبنفس الوقت أمن له حماية من الالتهبات ومن الترومة من الصدمات يعني سميك هو نعم فيه سميك وفيه قاسي حتى فيه قاسي إذا بدك مثل مغيطة كتير كتير قاسي يعني بتكون كتير قوي وبنفس الوقت هالكمية الماء القليلة اللي بين الغلفان طبعيته بيعطوا شوية لازاجة مشان الوقت القلب يدق ويرجع يرجع يرتاح ما يصير فيه فريكشن ما يصير فيه متل شيء عم بحفة على التاني يعني بقى هيدا الإجمالة الوظيفة طبعيته شو اللي ممكن يصير بغشاء القلب مع الوقت يعني هل هو مع العمر هل هو خلقي ممكن يصير فيه مشاكل أو فيروسات أو شو اللي ممكن يصير هلا أول شغل مشان تكون واضحة نحكي مبدئين عمان بهالموضوع بالغلاف بحد ذاته هالغلاف هيدا فيه متل رول فيه متل قاعدة عامة هو ما فيه بقلبه دام مش مفروض يلامس الدام ويشوف الدام ويتعرف على جهاز مناعة هو متل إذا بدك متل متل إشري بس معزولة كليا عن جهاز مناعة وعن الدام فما لازم يشوف دام أو فيروسات أو شيء أو يتعرض على جهاز مناعة مشان ما يتحسس والتاني شغل كمية هالماية اللي حكيت عنا فيها المسؤولة عن الزاجة بين بعضهم مش مفروض تزيد لأنه إذا زادت كتير ممكن تضغط على القلب حد ذاته وكمان ما بنية مع العمر أو مع الالتهبات اللي ممكن تصير فيه ولا نحكي عنه مع أمراضة يصير فيه نوع من التليف والتكلف يعني يأس كتير هالغلاف هيدا ويصير يضغط على القلب ما يخليه يعمل انقباض ويرتاح متل ما لازم شو اللي ممكن لكان يسبب كل هود الاشياء اللي عم نحكي عنا أوكي أول شغلة لكان ان هنه بتقصم الموضوع أمراضه لثلاث أجزاء أول واحدة الالتهاب يلي ممكن يسيبه التهاب مثل حيالله شي بالتهاب مفصل بالتهاب عضل بالتهاب أتسترا اسمه بريكارضايتس يعني انفلاميشن التهاب فيه ممكن كمان يعبى مي بالغلافان اللي عم نحكي عنهم كمية كبيرة ها اسمه إفيوجون أو تنبوناد وممكن يصير فيه تليف كتير كتير قوي وتكلس وها اسمه كونستركتف بريكارضايتس الأول تشابتر يلي هو الالتهابات إجمالا تسعين بالمئة من الالتهاب اللي ممكن يصير على غشاء الارب هو فيروس بيجي الفيروس على الجسم إجمالا بيجي بمنطقة الأنف أذن حنجة يعني أو بمنطقة المصارين هالالتهاب إجمالا الجسم بيقدر يتخلص من الفيروس بس الجهاز المناعي اللي بيكون كتير اكتف كتير قوي ممكن يسقط على الغشاء القلب بيتعرف عليه إجمالا بيسقط وبصير فيها الالتهاب هذا من جهاز المناعة لأنه يا أما بيكون بارتيكلز صغيري شقف صغيري من الفيروس راح تتقعد تونيكي وتحصل جهاز المناعة وبعد نقلته ديكساعة أول قاعدة مش لازم يتحصل جهاز المناعة مش لازم شوف الدعم وتاني قاعدة ممكن يصير فيه لا يكون فيه الفيروس بحد ذاته فيه بارتيكلز صغيرة بتشبه بتشبه يعني ربنا خالق قدني كلها من بروتينز ومهيكي بتشبه بإشياء غشاء فبالتالي الجهاز المناعة بيفكر إنه هيدا الفيروس وإني كي بروح بيصير قوي من الغشاء بدهما قوي من الفيروس نحن أخذها في دكتور ونرجع نتابع من تابع سنتين مع دكتور جيلبير أبو نادر اختصاصي أمراض قلب وشريين عم نحكي عن غشاء القلب وعم نحكي كنا عن الالتهاب بغشاء القلب فإذا ممكن يكون فيه التهاب وسببه دايما فيروس؟ تسعين بالمئة من الوقت إلنا الفيروس برجع بقول بكون صح جمالا الفيروس يعني الجسم طهره بس فيه إشياء تشابه بينه وبين الغشاء بيصير فيه التهاب العشر بالمئة البقين إجمالا بكون فيه أمراض روماتيزم بجوة الإنسان يعني وهالروماتيزم هيدا كمان فيه غشاء فيه غشاء بالمفاصل غشاء القلب كمان بفكر إنه مثل المفاصل كمان بيروح بقية ومجهز مناعة وفيه كمان احتمال بسيط بعد ما يصير فيه دبحة قلبية خاصة إذا دبحة متعالجت مزبوط بتموت العضلة وكمان بيوصل للدم هون من بعد بكون فيه عملية تمضيف للعضلة اللي ماتت كمان بيجي جهز مناعة بيلامس الغشاء وبيتعرف عليه وممكن تصير كمان اخر شي بعد عملية القلب المفتوح لأنه بيليمس الدم الغشاء وبالتهاب الغشاء هذا من أحد التهاب الغشاء هلا أكتر شي تاني تاني تشابتري لأنه وقته يجمع ماي بجوة الغشاء ويصير يضغط على القلب أكتر شي منشوفها بأمراض السرطان سرطان الرئة سرطان السدي وسرطان اللمفام أكتر شي ممكن يعب الغشاء ماي وكمية كتير كبيرة يكون تضغط على القلب وآخر وحدية هي الكونسركتف بريكارداتس وقته هالغشاء يقص كتير ويتكلس منشوفها بعد التهابات من النوع الأول بريكارداتس متكررة متعلجت مزبوط أو إذا فيه أيام زمان كان فيه سل مع متعلج مزبوط أو بالمناطق النائق كمان ممكن سل يعمل انفكشن هونيك يعمل التهاب ويعمل تكلس بالغشاء طيب يعني فيه وقاية من كل هالمواضيع يعني الفيروس ما عنا عليه سيطرة هلا أنا أكتر شي النقطة صراحي اللي بدي شدد أكتر شي عليا والمسجة اللي رسالة بدي ووصلها اليوم هي أكتر شي إنه ممكن وقاية صراحة ما نقدر نعمل وقاية تصير شعالة يعني الفارس ما فيه يتحكم فيه بدا تصير بس أهم شي الطوعية بدا تصير هي إنه الأوجاع الصدر يعني خاصة ممكن هي إجمالة بتصير إذا بديك 70% عمر أقل من 50% أوكي من 50 من 50 سنة أقل من 50 سنة الأوجاع الصدر اللي ممكن تجي عند الأشخاص خاصة صغار بالعمر عن جد ممكن يكون إليه طعام يعني مش إنه بس إنه ساعة ومن المصران ومبعرف شو والتهابات بالكتاف وهيكي ممكن يكون عن جد التهاب بغشاء القلب والأقزة شي لقالها بعد شوارة وقت نحكي عن العلاج هو إنه الناس بتبلش تاخد أنتي إفلاماتر يلي هو قسم من العلاج تبعها بتاخده على كيميان بتبلش تصح البركاردايتس وبرجع بيوقفه إنه صار منيح وإخر شي بتاخد منحة بتصير عم بتعيد يعني بتصير عم بتعيد وبطل فينا بصير على الكورتيزون بس هي شو هي العوارد يلي بدنا يعني ما نخلطها بشي تاني صح عوارد البركاردايتس إجمالا هي بيصير فيه واجعة بالصدر خاصة على أخذة النفس الغمية وواجعة ممكن يكون كتير 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 قوي ممكن تترافق بحرارة حرارة خفيفة يعني 38 إلى 39 صعبة كتير تكون فيه 40 و41 يعني وممكن يكون معا كمان ديقة نفس وإجمالا الواحد المريض بيكون عم بيحسها الواجعة هذا بيقرب لقدام بيرتاح شواء ليش قربوا بعض الغشياءات عن بعضهم بطل يحفوا على بعضهم طيب الفيروسات معروفة شو هي الفيروسات اللي بتستهدف غشياء القلب؟ فيه كتير أنواع فيروسات حيالة يعني نظريا حيالة فيروس ممكن حسب تشابه مع الغشياء إجمالا أكتر شيء الالينوفيروسز كوكساكي فيروسز أنتيروفيروسز وشوفناك كتير منا كمان مع الكوفيد حتى مع مطعوم طبعا الكوفيد كمان مع الفكسين كمان ممكن الفكسين يعمل بيريكارضاية الصح لأنه فيه تشيء بوقت ما يكون بين الفيروسز والبيريكارضين كيف بيصير التشخيص تنقل فيه التهاب أو فيه حيالة شيء تاني؟ هلا أول شيء من العوارد يلي الشخص بيوصفها الواجعة تبعيته تيبيكل بيكون لأنه واجعة دبحة إجمالا ما بيزيد مع أخذة النفس غمية وواجعة ممكن يكون كتير قوي واحد يفكره أنه دبحة أول شيء الهيستوري وشو المريض عم بيخبر الواجعة يلي عاخذة نفس غمية ممكن يكون فيه حرارة فحص السماعة ممكن نسمع فريكشن يعني مثل حفحة فيه على بعضها التخطيط تخطيط في عنده إجمال على التخطيط في تيبيكل شيء ممكن نشوفه شيء يعني بس منشوفه بالبريكارديتس والصورة الصوتية ممكن بعض الحين فرجينا أنه الزوم يلي عالتها مش مفروض يبين عليك نشوف أنه صار فيه زوم أكتر على غيشاء القلب إذا عنا 2 من 4 من هذا إجمالا معناتها عنا التشخيص تبع البريكارديتس شو بتكون العلاجات؟ هلا أول شيء أهم شيء نقدر نعرف أنه بريكارديتس لأنه أوقات عن جب تكون منا واضحة خاصة عن أول 24 ساعة يعني عم نفكر أنه ممكن تكون كمان نازلة صدرية نومانيا بدأ أنتبيوتك أو ممكن تكون بعد ضبحة أو التهاب على الغشاء أخذ معه العضلة سوفي كذا بدأ نجرب نقدر نفلتر مزبوط لأنه نعرف أنه بريكارديتس العلاجات طبعيطة أول شيء بدأ هيد الشغل الوحيدة اللي المريض عن جد بده يرتاح فيها تقريبا منهم ومنهم جمعتان يوقف عن شغله وما يعمل مجهود كتير قوي بإجمالا العلاج طبعا إذا السمبل بريكارديتس اللي هي الأكتر شيء كامل من 90% عم بحكي فيها هي علاج الأنتي إنفلاماتوري لحبوب مثل بروفن، أدفل، فولترين، الأنتي إنفلاماتوري كلهم يعني لثلاث أسابيع حتى أحلى أربع أسابيع طص كل يوم ممنوع يقفف فيها مشين ما تعاود مع ضواتين اسموا كل شيسين بينعطوا هيدا على ثلاثة شهور قوات ممكن نمددوا لحديث السنة لازم العلاج يتكمل حتى لو العوارد وقفت 100% عالج بدأت تكمل على الأخير وقلّه بتعاود وإذا عاود تصنع على الكورتزون وإذا صنع على الكورتزون منصير يعني بس نخفف بدوزات الكورتزون ترجع تعاود وبيصير بيتعلق الجسم بالكورتزون بيصير شيء بيسموه حالي بيسموه ستيرويد هوكت يعني بس نزل مثلا عن العشرة ميلي جرام صير تسعة ميلي جرام ترجع تعاود رجعه من الأول علوه كورتزون ونزله من عضو خيسين ضروري أنه الواحد يكون ملتزم مية بالمية بالعلاج من أول مرة كتير مهم تشخيصها مزبوط وعلاجها مزبوط وقلّه يعني مكون بشي مصير بشي تاني وإذا صارت تتكرر تتكرر مصير معرضين أنت تصير فيه كونسركشن اللي حكينا عنها أو أنه يصير فيه يجمع الماء كتير ويكون بشي مصير بشي تاني يعني منقول أنه العلاج بسيط لأنه الدواء انتي افلاماتور هيدا لازم يكون موجود لحتى لي يخلص العلاج كاملا لحتى لي نقدر ناخد نتيجة كيف متأكد بالنتيجة أول شي العوارد بيبارش ويخفه ويروحه والتاني شغل بالنفحص الانفلاماتوري ماركر يعني خاصة تتكرر على فحص اسمه CRP كل اللي دريسية تفرجوا إذا فحص دام أو فحص دام أو فحص دام CRP أكيد كل الناس تعرف فيه CRP تقريبا إذا رجع للنورمال خلال أول أسبوع هيدا شي كتير منيح يعني معناتها جمالنا مش هتراجع مش هتراجع تراجع لأنه واحدة من الكومبليكيشن أكتر شي بتصير هي أنه مضاعفاتها أنه ترجع تعيد وتصير تاخد منحة مزمن منحة كرونية إذا وصلنا لكون فيه مي بالغشاء بيصير فيه غير علاجات هلأني المي أول شي العلاجة صارت كابسي لدرجة أنه خلاص صارت عم تأسر عملية الضخم ممكن يقشط الضغط الإنسان ممكن حتى يموت إذا ماي كانت كبير يسموه طمبونات بدا تنسحب المي إجمالا منسحبهم بأبري يعني أنظر إيكو نحط إيكو منشوف منسحبهم للميات وبنا نعليج لسبب يلي أدى لا يصير فيها الشي هذا بعض الأحيان بتكون بيري كارضايتس متعلاجة مزبوط صار فيه كتير ماي بعض الأحيان إذا كانت ماي وإجمالا ما بيكون فيها واجهة بتكون ناتجة عن كانسل سمح الله جوية جسم الإنسان أما التكلس التليف التليف والتكلس هي الكونسكتف بيري كارضايتس إجمالا بتجي بعد كذا سنة منما تعرض الغشاء للصدمة أو للحساسية اللي تحسس فيها بتجي مثلا بعد حدا عمل هالبيري كارضايتس على كذا سنة عشر اتنشر سنة اتنشر سنة اتنشر سنة من بعدها ما سير نشوفها واردها بتكون إجمالا مثل عوارد ضعف عضاء القلب اليمين يعني تجميع ماء بالبطن وبالإجران علاج طبعيطة هو منعطي ضائراتك يعني منشيل مثل الليزكس وايكلة نشيل الماء والملح الجديد من الجسم وأحيانا كتير يعني إجمالا علاج طبعيطة ينعملها شي بسموه ديكورتيكاشن يعني يرجع هالغشاء هذا ينشيل تكلس عنه وينقص شقف منه عملية عملية المفتوحة يرجع يرتاح الغشاء دكتور جيلبير أبو نادر شكرا لألك كل المعلومات أهلا وسهلا فيك وأفى هلأ ونرجع من تابع لايف خليكن معنا شكرا اشتركوا في القناة